أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للحدث أن واشنطن تسعى لمنع أي تصعيد إضافي عند الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل وعجاء ذلك ردا على وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالانت الذي توعد بإبعاد حزب الله عما وراء نهر الليطاني بجنوب لبنان عبر تسوية دولية أو عبر عملية عسكرية في حال فشلت الجهود الدبلوماسية ومع استمرار التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية توعدت حكومة الحرب الإسرائيلية حزب الله بأن الحرب الشاملة تعني تحويل بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخان يونس وكان حزب الله قال إن مقاتليه استهدفوا صباح اليوم ثلاثة مواقع إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان وحققوا فيها إصابات مباشرة وأوضح بيان أن الموقع المستهدف هي المرج وحرج رميم ومعيان باروخ وفي وقت سابق اليوم قال الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار انطلقت في بلدة مرج اليوت الواقعة بشمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان بينما ذكرت الوكالة الوطنية للبنانية للإعلام أن أطراف بلدتي حوله ومركبة في قضاء مرج عيون تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي كما تحدث إعلام لبناني عن تعرض أطراف عدد من البلدات الحدودية للقصف رسلتنا ناهد يوسف الموجودة على الحدود الجنوبية اللبنانية ناهد أهلا بك تفاصيل أكثر عن هذا المحور حتى هذه اللحظة محمود يمكن القول بأن الساعات الماضية كانت بالفعل عنيفة جدا في البلدات الحدودية الجنوبية اليوم منذ بعض الوقت منذ حوالي الربع ساعة كانت أو أغارة طيران الإسرائيلي طيران الحربي على بلدة عيت الشعب خلفنا كان سبقها قصف على عدة بلدات اليوم عدد العمليات العسكرية أصبح عشرة عمليات عسكرية قام بها حزب الله على تسعة مواقع شملت تجمعات لجنود إسرائيليين في أكثر من موقع ويمكن القول بأن أبرز هذه المواقع التي استهدفها أو تجمعات التي استهدفها هو مركز أو ثكنة ميتات الإسرائيلية هذه التي تقع خلف بلدة ترميش التي نحن فيها استهدفها بصاروخ مضاد للدروع وأوقع فيها إصابات بحسب بيان حزب الله وأيضا بحسب الإعلام الإسرائيلي الذي استدعى ردا عنيفا جدا على هذه البلدة هذه البلدة نادرة ما تتعرض لقصف إسرائيلي اليوم كان هناك قصف بالمدفعية على أطراف بلدة ترميش وبالإضافة إلى عدد كبير جدا من القذائف الفسفورية التي غطت سماء المنطقة هنا أكثر أو لحوالي أربعين دقيقة استمر هذا القذائف الفسفورية على جبل قتمون في أطراف بلدة ترميش بحسب المعلومات كان سبب هذه القذائف الفسفورية وكثفتها هو يعود إلى أن سيارات الإسعاف تابعة في داخل ثكنة ميتات كانت تعمل على انتشال القتلى أو الجرحة الذين أصيبوا وبالتالي أطلقت هذه القذائف كي لا تكون هناك رؤية واضحة من الجانب الإسرائيلي لكي لا يتم استهدافهم مجددا أيضا اليوم غارات عنيفة شنتها إسرائيل على بلدة كونين أربعة صواريخ تحديدا أطلقت ما سبب دخان أسود غطى المنطقة أيضا وحالة رعب كبيرة بين الأهالي الذين كانوا لا يزالون في تلك البلدة كونين تبعد حوالي سبعة كيلومترات عن الشريط الحدودي ليست بلدة حدودية متاخمة إنما قريبة من البلدات الحدودية كان هناك عدد من المواطنين في إحدى التعاونيات عندما حصلت هذه الغارة وأدى إلى حالة الهلع وهرع بعيدا عنها وأدت أيضا إلى وقوع عدد من الإصابات بالإضافة إلى قتيل من عناصر حزب الله نعاه وحزب الله منذ بعض الوقت أيضا يعني اليوم عدد كبير من المواطنين تعرضت محمود لقصف عنيف قتيل واحد كان حزب الله نعى أيضا قتلين آخرين ولكنهما لم يقتل في هذه المعارك ضد إسرائيل بل في سوريا بحسب المعلومات في البيان جاء في بيان نعيهما جاء أنهما قتلوا أثناء تأديتهما لواجبهما الجهادي هذا ما كان يقوله حزب الله عندما يقتل أي أحد من عناصره في سوريا أما الذين يقتلون في مواجهة إسرائيل فالبيان يقول أنهم قتلوا على طريق القدس لذلك اقتضت توضيح بأن من قتل اليوم في غارة كونين هو عنصر من حزب الله أما الآخرين فليس في هذه المواجهات مع إسرائيل أيضا كان هناك قصف إسرائيلي تركز على عدد كبير من البلدات من القطاع الغربي وصولا إلى الشرقي في النقورة واللبونة وعلم الشعب وطير حرفة أما هنا أيضا كما أشرنا في عيت الشعب ويرون أيضا التي خلف هذه البلدة أيضا كان لها نصيب اليوم من القصف المدفعي وصولا طبعا إلى القطاع الشرقي مزارع شبعة وكفرشوبة والهبارية أيضا والبلدات المحيطة تلت الحمامس التي أصيب فيها شخص أيضا إصابة ليست بخطيرة ونقل إلى أحدى المستشفيات المنطقة طبعا ردا على عمليات حزب الله التي حصلت في ذلك القطاع شكرك ناهد يوسف مرستنا موجودة على الحدود الجنوبية اللبنانية مع إسرائيل شكرا جزيلا لك ناهد شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك